في الفقرة دي الأسئلة جاية لك من الثالثة شمال جاهز يلا بنا جاهز ماشي أصعب ماتش ليك مع الأهلي أصعب ماتش يعني هني قدر نقول نهاية كونفدرالية عشان يعني كان الظروف صعبة فكسبناه فكان أصعب ماتش وليه كان صعب عشان المكسب تأخر يعني المكسب تأخر لحد آخر دياه فده كان صعوبته بطولة كانت مهمة بالنسبة لنا وكنا احنا احنا اول نادي مصري يجيبها مصري فكانت بالنسبة لنا مهمة الجول الأقرب لقلبك تريكا في الصفاقسي ولا أفشى في الزمالك القضية أفشى في الزمالك بما أنك من أبناء الأهلي لو هتنصح كهرباء بحاجة دلوقتي تقوله إيه أقوله يعني ركز أكتر وشتغل أكتر ويعني إن شاء الله الفرصة اللي جاء لك دي لازم تمسك فيها بيديك واسنانك عشان يعني اللي جاي أهم من اللي فات التفاوت في عقود اللاعبين في مصر فيه ظلم ولا أنت شايف إن الأمر طبيعي؟ لا أنا شايف إن الأمر طبيعي يعني هو الموضوع بقى عرضه والطلب والأمر طبيعي طب هي ليه بتفرق من نادي لنادي ومن لاعب للاعب؟ على حسب قيمة اللاعب وعلى حسب إمكانياته فاللي بيحدد إمكانيات اللاعب وقيمته النادي اللي هو بيجيبه فإنت لا تقدر تحدد دا يستاهل أو ما يستاهلش فإنت لا تقدر تحكم في القيمة دي طب إنت شايف إن فيه لعيب في مصر ممكن يستحق 100 مليون جنيه؟ لا لا لو هتدي لقب الصخرة لحد من جيلك تختار مين؟ حاليا بعد وقت يلجوه مع طبعا محمد عبد المنح محمد عبد المنح متفايل بمحمد عبد المنح مع الأهلي؟ آه إن شاء الله بإذن الله يعني عمينا كل يوم بيكبر وخبراته بتزيد وهي تعالى أكتر فهيبقى إضافة قوية مع أيمان وياسر ومتولي وطبعا سعيد برجوع متولي لمكانه وفرموته من اللاعبة المهمة واللعبة يعني الإصابة أخرتها لكن ربنا كرمه ورجعه فإن شاء الله يكمل ويبقى إضافة هيدفعل نادر أهلي زي ما هو كماش للفترة اللي فاتت يعني طيب أنا عايز أعرض لك جول كده هيفكرك بأيام حلوة ممكن؟ يا ريب ماشي لو لسه لما أنا البصة جميلة وأحاول أخطيها السريعة والعرضية جميلة رأسها يا رأسها مين المهاجم الحالي حتى لو مش في الأهلي بيفكرك بمتاب؟ فيش مفيش خالص طيب مين المهاجم اللي بعد مرحلة متاب؟ يعني أفضل حد موجود دلوقتي في جهة نظرك في مصر في بقى الموجودين في المنتخب بمصالح مصطفى محمد وفي محمد شريف موجود في الأهلي وفي شادي حسين موجود دلوقتي برضو ففي ناس موجودة في الدور دلوقتي كويسة كوكا وكوكا طبعا بكلمك على في الأهلي يعني لكن في المنتخب في مصطفى وفي كوكا كوكا ماشي بشكل كويس جدا في الاحتراف وبيجيب جوان على طول فماشي بشكل كويس طب انت شايف ان ممك يكون الأهلي عنده مشكلة في خط الهجوم؟ لا خالص يعني هو يعني محتاجين مهاجم؟ هو دايما الناد الأهلي بيدور على المهاجم اللي بيجيب جوان أكبر عدد من الأهداف يعني اي دايما الناد الأهلي Urban DeyagivezANT كبيرة عايزة المهاجم اللي بيجيب جوان كتير كتير لكن انا بشوف ان فالناد الأهلي دايما اللي تحت الفيريد أو اللي هما الاتراف او اللي جات نوعظهم هما الذي بيجيب الجوان لكن ان شاء الله الفترة اللي جات بديد الناس تراجع لمواض civilization زال اول ان شاء الله باذن الله اللي شريف كان جاب عدد جوان كبير السنة اللي فاتت او اللي بلعا فان شاء الله اللي ستصن purpose ويقدم مستوات كويسة مع عشادي مع حسام حسن إن شاء الله بإذن الله طب ليه مستوى شريف تراجع من وجهة نظر الجمهور هو مش تراجع بس هو فكرة إن اللجوان قلت فأنتي بتحس إن إن حسن تراجع إن المستوى تراجع لكن السنة فارت عدل وان كان كتير فأنتي حسن أمور ماشي بشكل كويس لكن برضو عدد دقائق اللعبة قلت شوية فأداء برضو مفيش لعبة كتير فبالتالي اللجوان بتقل لكن إن شاء الله الفترة اللي جاية مع اللعب ومع الاستمرارية يلاقي نفسه بتبتدي اللجوان ترجع تاني إن شاء الله بإذن الله إنت شايف إن فيه ظلم للجيل اللي جاي الجديد يعني علشان ده ما بيتقارن بجيل الأديم بركاته ومتعد؟ لا ما هو فيش ظلم هو يعني كل وقته له ظروفه يعني الوقت ده له ظروفه بإمكانياته بلعبته بالتوليفة اللي كانت موجودة فكل وقت بيبقى له ظروفه لكن انت قلت من شوية إن الجيل اللي قبل كده كان أحرف أوه طبعاً أوه طبعاً أنا بقولك إن كل وقت له ظروفه إن في الفترة دي كان فيه لعبة كتير مهارية كان فيه لعبة كتير مميزة أوه بعد كده بتاريت المهارات تقلي وده السبب إن برضو في قطاعات الناشئين في معظم الأندية ما بيتموش بده أو بيتموش بأنهم يعني إحنا عندنا أزمة مهارات طبعاً طبعاً لأنهم بيتموش نعلموا اللعيبة إن هي اللعيبة تطلع متعلمة صح بيعرف يلعب بيعرف يباص بيعرف يجري بيعرف يتحرك إزاي بيعرف استلم الكرة إزاي بيعرف رشوته إزاي كله بيتموش بالقوة وبالعب بيجري وسريع فدي عاملة مشكلة في الأجيال الأوقات طويلة مش خلق أجيال زي الأجيال الأديمة نرجع لورا شوية بقى فاكر لحظة اكتشافك لما راح خمس كبات عشان يكتشفوك كانت فى الناشئين hacks لجنة فنية فى النادي الأهلي كانت تختاروا اللعيبة الناشئين اللى هتأتي لنادي الأهلي فكان الموضوع صعبounced الج teaspoon تحسس ان انت داخل فى اختبارات قوية كانت فى كابت محمد يوسف وكابت الناجي خليلي وكابت أمين أقرaby وكانت فى خواجه أجنبي برضه موجود فى اللجنة بيروحوا يختاروا لقطاع الناشئين لعبة المميزة ومشافوني مع منتخب الشباب وضموني لقطاع المشرين في النادي الأهل ساعتها فكانت حلمي بالنسبة لي وكانت فرحة ما بعدها فرحة وطلعت أدو يا كابتن وفرحت الأهلوية الحمد لله كابتن ساعد السؤال اللي جاي ده في العرضة انت شايف حظك حلو ولا حظك وحش عموما لا الحمد لله حظ حلو طبعا أنا عموما بشوف في حياتي حظ حلو في كل حاجة يعني الحمد لله يعني دايما رادي وحظ حلو دايما لان دايما كل هتجي بص للصورة هتلاقيك في نعمة كبيرة يعني عموما هتلاقي نفسك في نعمة كبيرة والحمد لله حظ حلو جدا في طبيعة قابل بعض المطباط وبعض الظروف الصعبة لكن في الآخر الحمد لله الحاجات الكويسة أكتر بكتير وأحسن فالحمد لله